الساعة الثانية واثنى عشر دقيقة صباحاً معظم سكان مدينة حمام الوام بالبوليدة في شارع بعد الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة وبلغت شدتها أربع درجات فاصل سبعة حسب المركز الجزائري لرصد الزلازل هزة أحدثت هلعاً وفزعاً وسط السكان الذين كانوا يغطون في نوم عميق ويضربت زنزل على الزوج اليوم رجلنا شفائتك وعند يطفل شوية عواق شوية ناضي عيات في اللي يطباح واللي يبطح لي في السكالي هنا وعند يديار تشركوا لي ها تشوف جاتنا حاجة طبيعية حاجات عربية زنزلة رأي سما من 2013 وراك تشوف الوضعية اللي عايشين فيها هنا سكان حمام الوان الذين اعتادوا على الهزة الأرضية أكدوا أن قوة الهزة دفعت بالكثير منهم خاصة من الذين تضررت منازلهم بالهزة السابقة التي ضربت المنطقة إلى اللجوء إلى جيرانهم ويتمنى سكان حمام الوان أن تسارع السلطات في عملية ترميم المنازل المتضررة من الهزات التي ضربت المنطقة منذ حوالي عامين أو ترحيلهم نحو سكانات لائقة قبل سقوط ضحايا